أنا فتاة من سوريا وأدرس في كلية الشريعة في دمشق ولا أذهب إلى الكلية إلا في فترة الامتحانات بأنني منذيب ولكن العرفة في قريتنا هو ارتداء الحجاب العادي دون تغطية الوجه ووالدي رفض أن ارتدي الحجاب السرعي هذا الله وأنا في حيرة من أمري ولكن من خلال ما درفت في منهاجي وجدت اختلافا بين الفقهاء حول الحجاب السرعي فبعض الفقهاء يرون إظهار الوجه والكفين اجتنادا إلى آية كريمة وبعضهم يرى أن جسم المرأة كله عور ويجد سطره ولكن يا جميع متفقون على تغطية عند يزيد وإفساء الفساد في المجتمع أو من خلال تجمعات الناس أو النظر إذا المرأة بنظرة غير طبيعية تحس منها الخوف والسبحة في ذلك أرجو أن تفيدوني بحل وتفصيل بهذا الكلام جزاكم الله خيرا وهي إذا لبست الحجاب السرعي أكون بذلك قد عطقت أبي والجهود جزاكم الله خيرا الأمر كما ذكرت في الشائلة من وضيب الخلاف من العلماء في حكم شطر الوجه والكثين عن الرجال الذين هم ليشوا من محار من المرأة الخلاف موضيب ولكن الدليل مع من قال بمدود ستره أمو النبينا معهم الدليل وذلك لقوله تعالى وأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وإذا سألتمهن متاعا تسألوهن من وراء حجاب ذلكم أكهر لقلوبكم وقلوبهن فقوله من وراء حجاب قال يراجبه الحجاب الساتر لجميع اسم المرأة لما في ذلك وجهها وكفاها والحجاب هو الساتر سواء كان جدارا أو ثوبا أو بابا وليس هذا خاصا بأزواج النبي صلى الله عليه وسلم في غير قوله ذلكم أطهروا بقلوبكم وقلوبهن فالتعليل عام لأزواج النبي صلى الله عليه وسلم وفي غيرهن لأن طهارة القلوب مطروبة لجميع الأمة والعلمة إذا جاءت عامة فإن الحكم يعم كما يقوله الأصوليون وكذلك في قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك ودناتك ونساء المؤمنين يدنينا عليهم من جلابيبهم والجلباب هو ما ترتديه المرأة من اللباس الضاثي على جميع جسمها كالملاءة والجلال الضاثي أمرت بأن تدني منه منطرفه على وجهها كما فسره بذلك حبر الأمة ترجمان القرآن عبد الله بن عباس قال لله تعالى عنه فإنه لما سئل أدنى العطاء على وجهه ليبين للسائل ما هو المقصود وفي الحديث عائشة رضي الله عنها قالت كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم وحماك فإذا من مر بن دجال قبلت إحدانا ثمارها من على رأسها على وجهها فإذا جاوزونا كشفنا هذا صريح لأن المرأة تغطي وجهها وكان ذلك بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وإقراره هذا الأمر فقال صلى الله عليه وسلم في المحرمة لا تنتقل ولا تلبس الكفاجين أدل على أن كانت قبل الإحرام كانت تلبس النقاب على وجهها وتلبس الكفاجين وعلمتنا في حالة الإحرام من تغطي وجهها وكفيها بدليل حديث حائشة وإنما منعت من نبس النقاب والكفاجين لأنهما مخيطاني للوزي واليدي فتغطيهما بغير البخي لهما المفصل على قدرهما تغطيهما بالصوب تغطيه عليهما وبحضرة الرجال الأجانب كما نفرت لنا عائشة صلى الله تعالى عنها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم الدليل لا شك عنه مع القائلين لأن وجه المرأة وكفيها أعرف يجب عليها سكهما عن الرجال الأجانب وإذا تبين الدليل أنه لم يجد مخالفة بقول أحد من الفقهاء قال الإمام الشافي رحمه الله أجمعك الأمة على أن من استبانت له سنة رسيل الله صلى الله عليه وسلم لم يكن هو أن يبعها لقول أحد هذا هو الواجب على الأمة وقد استبانت سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم النذوب تكر الوجه والكفين الوجب الأقضب بالك وإن خالف فيه من خالف من الفقهاء عن اجتهاد رحمه الله مع أن السائلة أحسنت أنها ذكرت أنه ذكروا أو أجمعوا أنه عند الفتنة يجب عليها تاتذية وجهها والحمد لله هذا هو الحق المرأة لا أمرت بستر وجهها وكفيها إلا خوفا من الفتنة جزاكم الله خيرا وما نترسل أن والدها يمنعها من الفجار وهل إذا احتجبت وسترت وجهها وكفيها تكون عاصية في والدها نقول لا إذا كنت عاصية لوالدك فأنت مطيعة للناء ولرسوله وقال صلى الله عليه وسلم لا طاعة لمخلوق لمعصية الحالة فما يأمرك به والدك إن ترك الفجار هذا أمر بالمعصية ولا تجوز طاعته في ذلك صلى الله عليه وسلم إن مطاعة في معروف جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم